أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية مراجعة موقف العروض المتقدمة من جانب الشركات الخاصة بتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد لمتابعة موقف إنشاء محطات تحلية مياه البحر حيث أوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة جهود الدولة للتوسع في إقامة المزيد من محطات تحلية مياه البحر والاستفادة من الخبرات المتقدمة في هذا المجال بهدف إتاحة المياه النقية خاصة في المناطق السحلية والمحافظات المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط